السلام عليكم يا اهلا بيكم في فيديو جديد. حاليا متاح ان انت تفتح حساب بنكي وتكون مع في من مصاريف فتح الحساب وتكون مع في من الحد الادنى لفتح الحساب. الطبيعي انك لما بتروح تفتح حساب بيطلب منك تلات حاجات. بيطلب منك اثبات الشخصية البطاعة الشخصية او جواز الصفر للمصريين او غير المصريين لان الحسابات دي ممكن يفتحها المصريين او الاجانب تمام? بيطلب منك الحد الادنى لفتح الحساب. وده بيختلف من بنك للتاني. فيه بنك مسلا يطلب خمس مئة جنيه. بنك يطلب الف جنيه. بنك يطلب عشر تلاف جنيه وهكذا. ده اسمه الحد الادنى لفتح الحساب. اقل مبلغ ممكن تودع في الحساب بتاعك علشان تقدر تفتح الحساب. تالت حاجة بيطلب منك مصاريف فتح الحساب. ودي تبقى وسيطة تقريبا بتاع ستين جنيه سبعين جنيه متجنيه على الاقصى تأدير. لكن حاليا انت لما تفتح حساب هتكون مع في من الحد الادنى لفتح الحساب ومع في من مصاريف فتح الحساب. يعني هتفتح الحساب بالبطاقة الشخصية فقط او بجواز الصفر فقط لغير المصريين. الكلام ده موجود حاليا في حاجة اسمها مبادرة الشمول المالي. المبادرة دي شغالة من يوم خمستاشر اكتوبر لحد يوم واحد وتلاتين اكتوبر. يعني تقريبا قدامك سبعة ايام. اقتنمت الفرصة وفتحت الحساب خير. ما اقتنمتش الفرصة ومفتحت الحساب مش مشكلة. في نهاية الفيديو ان شاء الله هقول لك على مجموعة بنوك سهل جدا ان انت تفتح فيها حساب. مصاريفها بسيطة. الحد الادنى لفتح حساب بسيط. وبتفتح برضو الحساب بالبطاقة الشخصية بس. ودلوقتي تعالى نشوف البنوك اللي ممكن تفتح فيه حساب في مبادرة الشمول المالي. بس قبل ما قول لك على البنوك دي في معلومة مهمة عايز اقول لك عليها. انك لو مش محتاج الحساب دلوقتي ما تفتحوش. ما تقولش ده فرصة وافتح الحساب وكده هحتاجوه. ليه? هقول لك في نهاية الفيديو. خليك معي. اولا اول بنك بيشارك معنا في مبادرة الشمول المالي هو بنك مصر. وده الاعلان الرسمي على صفحته. البنك التاني مكتف طبعا الفيديو وتشوف الليه وتعرى المعلومات دي براحتك. تمام? البنك التاني بنك القهرة. البنك التالت هو البنك الاهلي المصري. البنك الاهلي. البنك الرابع هو بنك اسكندرية. البنك الخامس هو البنك العربي الافريقي. تمام? دول مجموعة البنوك اللي انا قدرت اوصل لهم اللي بيشاركوا في مبادرة الشمول المالي. طيب دلوقتي انا عايز اقول لك على معلومتين. اول حاجة لو انت مش فحتاج الحساب البنك دلوقتي ما تفتحوش وتقول هسيبه للزمن. ليه? لانك نعم ما بتفتح الحساب دلوقتي ومش هستخدمه مسلا غير بعد ست شهور او بعد سنة او بعد سنتين الله اعلم تستخدمه امتى? الحساب ده بيعد عليك مصاريف فاتح الحساب. كل تلات شهور تقريبا بيخصب منك من ستين لخمسة وسبعين جنيه. انت مستفدش اي حاجة من الحساب. لا فيه فلوس بتخشرك على الحساب ولا فيه اي معاملات بتتم على الحساب. غير مصاريف بس بتخصب منك. تمام? لو الحساب فيه فلوس هتلاقي فلوس لي بتتاكل شوية بشوية. ولو الحساب ما فيه فلوس بيحسب عليك مديونيات. فانت لو مش محتاج الحساب دلوقتي ما تفتحوش دلوقتي الا لما تكون محتاجه. اللي لما تكون مسلا بعد شهر او بعد اتنين خلاص هتستلم علي فلوس. تمام? عشان فيه مصاريف دورية بتتدفع للحساب. طيب واحد هيقول لي طب ما نعايز استفيد من مبادرة. اكون معفي من حد الادنى ومعفي من مصاريفات الحساب. هقول لك دلوقتي على مجموعة بنوك تقدر تفتح فيها حساب بمبلغ بسيط وبالبطاقة بس. تمام? فيه عندك بنك الاسكندرية. تمام? فيه حساب اسمه حساب ابدأ. ده ما تروح برضو مبادرة للشمول المالي. لكن بعد المبادرة مصاريفات الحساب بتكون بسيطة جدا. تقريبا كانت مية جنيه. الحساب ده بيديك ايبان تقدر تستلم عليه الحوالات من جوجل سواء كنت شغال على قناة يوتيوب او شغال على موقع او شغال على تطبيق. وبيديك برضو فيزة تسحب بيها الفلوس. حساب زي اي حساب? تمام? ومصاريفات الحساب بسيطة جدا. وبتفتح الحساب بالبطاقة الشخصية بس. ده بالنسبة لحساب ابدأ الخاص ببنك الاسكندرية. تمام? طيب نشوف البنوك التانية كده. بلاش بنك مصر عشان بنك مصر الحد الادنى بتاعه تلات تلف جنيه. تمام? كانت الف وخمسمة جنيه ورفعها لتلات تلف جنيه. وده حساب التوفير بتاع بنك القاهرة. ده بتفتحه بالف جنيه بس. تمام? الف جنيه بسيطة. تمام? الحد الادنى لفت حساب هي الف جنيه. ولو هتفتح حساب بالدولار بتفتحه بمية دولار تمام? في عندك برضو حساب ايه? في عندك برضو حساب التوفير العادي بتاع بنك الاسكندرية بتفتحه بخمسمائة جنيه بس الحد اللي قد نها اللي فتح حساب خمسمائة جنيه. اسمه حساب توفير بالجنيه المصري. يبقى معاك حسابين في بنك الاسكندرية. يعني حساب توفير عادي. يعني حساب ايه ده اللي هو حساب المايكرو. ده بتفتحه تقريبا زي ما قلت لك بمية جنيه مصاريف بسيطة يعني. مصاريفات حساب بيقول لك مجانة وحد الاتنى حاليا مجانة تمام? وحساب التوفير في البنك القاهرة برة مبادرة الشمول المالي بالف جنيه. تمام? فانا بقول لك ما تستعجلش وتفتح حساب لو مش ميحتاجه دلوقتي. علشان انا شخصيا مريب بالتجربة دي. وبدلا ما افتح حساب واحد فتحت حساب واثنين وتلاتة. وفي حسابات منهم ما كنتش بستفيد منها اي حاجة. كنت بتفعلها مصاريف ادارية وبس. فانا حبيت تعمل بالنصيحة خير ما حبيتش تعمل بالنصيحة الامر طبعا يرجع لك. واخيرا متستاشر تدعم للفيديو لو عجبك الفيديو وتشترك معنا في القناة لو مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه.